ملفات مفتوحة يمكن رأي العام مستعجل لأنه يعرف أنه في خلل في هذه المؤسسة وفي هذه المؤسسة وفي جوانب كثيرة قبل أيام وفي مقابلة مع قناة أبو ضابي وعد رئيس الحكومة بتعديلات وزارية تعمل على إحداث تغيرات ملموسة في حياة المواطنين تمخضت الوعود فولدت تغيرات في ثلاث وزارات فقط في الوقت الذي كان ينتظر فيه المواطنون تغيرات جذرية في بنية الحكومة التعديلات شملت وزارات الكهرباء والتخطيط والعدل بل إضافة لتعين محافظ جديد لمحافظة شبوة الحكومة التي تخوض حربا منذ أربع سنوات وتدير بلدا فيه أكبر كارثة إنسانية في العالم تتألف من 42 وزيرا وهذا على ما يبدو إدانة كافية على وضع يعرفه اليمنيون جيدا مراقبون قللوا من أهمية هذه التعديلات حيث اعتبرها البعض تغريدا خارج السرب في الوقت الذي كان ينتظر فيه اليمنيون تقليصا لعدد الوزارات بما يتناسب مع مرحلة الحرب التي تعيشها البلد هذا فضلا عن الجيش الكبير من الوكلاء والمستشارين الذين عينهم هادي خلال الفترة الماضية تعينات الرئيس هادي لا تتكئ على معايير الكفاءة والنزاهة على ما يبدو ولا حتى معايير الثقل السياسي والشعبي للرجل حساباته الخاصة والتي اعتبرها البعض مناطقية بل إضافة لحسابات لها علاقة بمطابخ الرياض بعد مجيء دكتور معين عبد الملك للوزارات فأل البعض في تحسن أداء الحكومة وتوقعوا تغيرات واسعة تطيح بمسؤولين عرف عنهم نهب المال العام وعدم التواجد في مقر أعمالهم بعدا وفي أحسن الأحوال الفشل الإداري وعدم الإنجاز لكن التغيرات التي تمت بالأمس لم تطل أصل المشكلة ولا تداعيتها تكونت شبكات مصالح الوضع الآن مع ضعف الدولة جسم كبير وعملة ثقيلة سيعاني من الدكتور معين إذا لم يتم تقلص العدد الكبير من الوزراء ونوابهم ووكلائهم الذين يرى البعض أن أبرز ما يقومون به واستلام الرواتب بالعملة الصعبة في ظل وضع مزر لبقية اليمنيين غني عن التعريف ترجمة نانسي قنقر